قول لي قابلي ما نروح للنجم ماشي نجم المباراة اللي أنا عارفه من وجهة نظرك هاي سألك الأول على محمود متولي محمود متولي؟ محمود متولي جاي من بعيد طب ينفع جاوب على محمود مطلق محمد عبد ملم؟ اللي اتنم مع بعض بس أنا ليه ميزت محمود متولي عشان؟ محمود عبد ملم معامل مباراة كبيرة طبعاً بس محمود متولي دا كان على وشك الراحيل من النادي لأدي لعيد بعيد خالص عن الصورة الموسم الماضي حتى وهو سليم كان بيبقى بعيداً سنتين ويا كريم سنتين ويا كريم يعني سيبك من الإصابة الإصابة دي غياب إجباري حتى لما كان بيرجع من الإصابة كان بيبقى بعيداً عن التشكيل الأساسي الأقلية حتى التشكيل الأحتياطية اليوم الراجل بيتمد عليه أساسي ويتقلق بشكل كبير جداً نتكلم بقى على محمود متولي وتكلم على محمود عبد الملم براحتة رقم واحد محمود متولي شهنة قابلنا زيما أنت قلت هي ترتيب القدر الراجل أصيب إصابة طويلة ورجع أصيب منها تاني يمكن كان التأهيل ما كانش بشكل كافي يمكن ما كانش محظوظ وده موجود في الكرة بالمناسبة لعبة كتير إيدين هزار في ريال مدريد كان أغلى العيب في العالم وقت انتقاله من تشيلسي وسوبرستار راح ريال مدريد ما قدمش ليه بسبب أوقات كتير كانت الإصابات وأوقات كتير كان عدم القدرة على التأهيل والرجوع بشكل جيد حتى لما الراجل كان بيرجع من الإصابات يلعب مباراتين ثلاثة لكن في المرة الأخيرة تم تأهيل محمود يتولي بشكل جيد جدا لكن يبقى الكواليتي محمود يتولي لعيب كبير محمود يتولي قدم كتير لعب وانتخابات وطنية لعب مع نادر إسماعيلي وقدم مباراة كبيرة جدا سواء في قلب الدفاع في مركز الليبرة أو حتى في وسط الملعب محمود يتولي لعيب كورة ولما تيجي تقول لعيب كورة في خط الدفاع عنده قدرات بدنية وقدرات فنية وقدرة على القراءة تحي أنا عجبني جدا الصورة وأشكرهم على الصورة اللي حطوة دي محمود متولي يستحق كل الإشادة لعيب جاي من بعيد جدا 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 وكان قريب من الرحيل على النادي الأهلة زي ما ذكرتها يا كريم وجاي وقلنا لو حتى ما رحلش من نادي الأهلة كان ترتيبه الأخير في ترتيب المدافعين اللي موجودين إنه ياخد قناعة وثقة الرجل اللي لسه جاي يعرف اللعبة فيديوهات إنه ما يعرفش اللعبة شخصيا النوات اللي لهذه القناعة ويبقى النهاردة محمود متولي مش للمباراة الأولى منذ قدوم الراجل وهو بيعتمد عليه بشكل أساسي للمباراة الخامسة على التوالي واحد من نجوم فريق النادي الأهلي في الخمس مباريات الأولى لمارس الكولر أعتقد إنه مكسب من مكاسب الأهلي مع مارس الكولر هو عودة محمود متولي لحالته الطبيعية وخليني أقولك إنه محمود متولي آه هو واحد من نجوم المباراة لكن لسه عنده أكتر من كده ونتولي لعيب كبير محمود يتولي واحد من العيب الأوليلة جدا اللي بيلعبه في مركز خط الدفاع في مصر اللي عنده القدرة على قراءة مسارات الكرة على غلق زوايا التمرير على الخروج بالكرة بشكل جيد البلده بالممتاز سواء من الخط الأول أو من الخط الثاني محمود يتولي كمان كورته جيدة جدا لو جيت احتاجته في وقت من الوقت انه يتواجد في وسط الملعب يبقى موجود محمود يتولي كالعيب مركز 6 أو مركز 8 جيد جدا لكن اعتقد تنقية محمود يتولي